انجيل الأداس سبعتاشر طوبة مستلف ستاشر بقونا من مزامير أبينا داود النبي الصديق كالنخلة يزهر وكمثل أرز لبنان ينمو مغروسين في بيت ربي وفي ديار بيت إلهنا زاهرين هالليلية من إنجيل معلمنا لوك البشير لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد صغ أن يعطيكم الملكوت بيع أمتعتكم وعطوا صدقة واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السموات لا يفنى حيث لا يدن منه سارك ولا يفسده سوس لأن حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابي حكم موقادة وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارك لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فقال بوتوس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال رب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله والمجد لله دائما